القرآن لا يتلى في المآتم ولا يصل ثوابه إلى الميت بل هذا من البدع التي أحدثها الناس والواجب هو البعد عنها الواجب هو الحذر من هؤلاء القراء الذين لا هم لهم إلا جمع النقود ويهمهم أن يموت شخص كبير من كبراء الناس من أجل أن يعطوه نقوداً كثيراً لذلك لو جاءه ضعيف أو شخص فقير يقول لا أنا لا أذهب معك أنا عندي هنا في آي بي ما أنت على قدر المقام كما يقولون اذهب للقراء صغيرين الضعيفين يروحون معك وهذا يجري في كثير من البلاد الإسلامية وللأسف بل إن بعضهم يتمنى أن يموت أحد كلما أصبح الصباح يرفع يديه يا الله على باب كريم فاتح عيادة فإن أعطوه ما يسره من النقود قرأ من آيات الرحمة وإن أعطوه ما لا يسره قرأ من آيات العذاب ويذكر أن ذكر لأحد الإخوة في إحدى البلاد الإسلامية أن خارئا جاءوا به فكأنهم ما أعطوه إلا نقودا قليلة فقرأ قول الله تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه فأهل الميت كأنهم تأثروا قالوا يا ابن الحلال نريد شيء آخر نريد أن تقرأ من آيات الرحمة من آيات الجنة والنعيم قال سبحان الله تريدون الجنة بلاش ادفعوا فلما أعطوه ما يرضيه قرأ يا أية والنفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخل يهي عبادي وادخل جنتي والله إن هؤلاء يأكلون مالا سحتا جميع القرى بلا استثناء الذين يحيون المآتم يأكلون مالا حراما الأموال التي تنفق في تلك المآتم أموال تنفق في سبيل الشيطان ولا تنفع الميت